أبو جبل يتصدر تويتر بعد قيادته منتخب مصر للتأهل لدور الثمانية يستحق وكل التحية لهذا النجم الكبير أبو جبل اللي قاد منتخبنا الوطني في وقت صعب الحقيقة بعد يعني كل الناس كتبع على السوشال ميديا هذا الكلام وأنا شفت أهلوية أهلوية بس كتبين إيه؟ الأسد طلع وجبل نزل فالحقيقة حاجة لأنه زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي أن مصر بتجمع كل الناس مصر كلمة مصر دي بتجمع كل الناس على أي شيء فبالتالي محمد أبو جبل أو خرج أسد ونزل جبل الحقيقة قدر أنه يصل بالمباراة أو يصل بمنتخبنا الوطني شفتوا محمد صراح لما جاب الجون للناس كل اللي جاب لما جاب راكلة الجزاء الأخيرة شطها وراح جارع على أبو جبل على طول لأنه أبو جبل هو اللي يستحق لأنه هو اللي شال راكلة الجزاء ألف مبروك الحقيقة لكل منتخبنا الوطني كابتن واق الجمعة طالب اللاعبين بتحية الجمهور بعد الفوز على الأفيال الحضري قال برضو على تويتر نواء الجمعة الحقيقة مش حضر أقول أنه هو كبر لأنه هو كبر فعلا الحضري قال الحمد لله وألف مبروك لشعب مصر العظيم كابتن عسام الحضري وكلامه عن هذه المباراة كابتن محمد الشيناوي بيقول نلعب باسم منتخب مصر وقميص الفرعنة ينسينا كل شيء أيضا أبو جبل قال سعيد بتقلقي أمام كوديفور وأتمنى الشفاء العاجل لمحمد الشيناوي كل الكلام ده تكلمنا فيه قد إيه بنبقى مبسوطين قد إيه بنبقى فرحانين قد إيه بنبقى سعداء بالشكل اللي احنا دايما بنشوفه والحقيقة حاجة محترمة جدا جدا اللي احنا شفنا النهاردة